ازاكم شبiche بخبركم ايه ان شاء الله تكون خير دايما يا راب الفيديو اللي فاتكن تتكلمت فيه عن شاشتزي الجديدة لسنة الفين اتنين وعشرين من فيئة والترا وهتكلمت عن موديل تمنين والأو كي واحد وتسعين فاسيب لك رابط الفيديو ده في اول تعليق او في علامة اللي فوق علشان رو مكونتش اتفاركت عليه ولكن الفيديو ده هتكلم فيه عن شاشتين من شاشتزي بردو لسنة الفين اتنين وعشرين ولكن من فئة النانو سيل وهم النانو سبعمائة ستة وتسعين كيو اي واختصارها نانو تسعة وسبعين والموديل التاني هو النانو تمنمائة ستة واربعين كيو اي واختصارها نانو واربعة وتمانين وسريعا كده لو مكنتش تعرف الفرق ما بين الموديلات الفوركي نانو سيل وموديلات الفوركي الترا ايتش دي العادية فالفرق بيكون في فلتر النانو سيل او في فلتر الحبيبات اللي بحجم النانوميتر والحبيبات دي بتكون بالالوان الاسسية. اللي اخضر والزرق والاحمر. وظيفتها ان هي بتحسن من جودة الالوان او التركيس بتاعها و بتحسن من او تباين الشاشة او درجات اللون الاسعة. وهبتدي الاختلافات بالمع السات المتاحة من الشاشتين وموديل النانو تسعة وسبعين بيCon متوفر باربع تاربع مقسات. وهم الخمسين والخمسة وخمسة sisi والخمسة وسبعين بوصة. اما موديل النانو اربعة تمانين متوفر بتلاث مقسات فقط وهما الخمسين والخمسة وخمسين والخمسة وستين بوصة. وبالنسبة للاسعار فانا لأسف مش هادر اقولها لك في الفيديو ده لان انا وقت ما صورت الفيديو كانت لسه الشاشات نزل على موقع مبالهاش كام يوم وكانت لسه الاسعار ما نزلتش على الموقع فمش هادر اقول لك على الاسعار دلوقتي ولكن ان شاء الله هعمل فيديو تاني اقول لكم فيه على الاختلافات ما بين موديل السنة دي وموديل السنة اللي فاتت وهقول لكم فيه على الاسعار في اريد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش اي فيديوهات جديدة. لو هتكلم عن التصمير الخارجي للشاشتين فهتلاقي ان الشاشتين البزلز رفايعة من تلت جوانب والجانب الرابع بيكون ادخن شوية. والشاشتين بيكونوا بالستاند الدائري اللي في وسط الشاشة. ولكن الاختلافات الجوهرية بينهم بتكون اول حاجة في شكل الفريم الخارجي نفسه. اللي بيكون في النانو اربعة وتمانين باللون الرمادي وشكله ارفع شوية ومودرن اكتر من فريم النانو تسعة وسبعين. اللي بيكون باللون الاسود ونفس شكل فريم الفئة الاقل منها فئة اليوكيو. والتاني اختلاف هيكون في شكل ظهر الشاشة بمعنى ان النانو تسعة وتسبعين بتكون بنفس ظهر الفئة الاقل منها برضو فئة اليوكيو. ولكن النانو اربعة وتمانين تصميم ظهرها مختلف خالص لان كل مداخل الواصلات فيه بتكون مداخل جانبية وما فيش مداخل في ظهر الشاشة نفسه زي النانو تسعة وسبعين. والمداخل الجانبية عموما بتكون اسهل في الاستخدام من المداخل اللي بدهر الشاشة بالاخص لو انت معلها على الحقق. كمان تخنت الشاشة النانو اربعة وتمانين ارفع من النانو تسعة وسبعين وبتدعم استخدام حمل الحقق اللي بيخلي المسافة بين الحيطة والشاشة قليلة جدا وبالتالي بيدي لها شكل اشياء كوية متعلقة. اما مداخل الواصلات في الاختلاف بين الشاشتين هيكون في عدد مداخل يعني هتلاقي في موديل النانو اربعة وتمانين اربعة مداخل وفي النانو تسعة وسبعين تلت مداخل بس مش اربع مداخل. لكن غير كده الشاشتين زي بعض هتلاقي فيهم اتنين مدخل ومدخل تلفزيون ومدخل تلفزيون ومدخل تلفزيون ومدخل كابل لان ومخرج صوت بالاضافة للواي فاي فايف وبلوتوث فايف. طيب حلو جدا دلوقتي بقى يجي السؤال اللي بتسيله كتير وهو هل هيبقى فيه اختلاف في جودة صورة وبين الشاشتين ولا لأ? في الحقيقة ان هيكون في اختلاف فعلا في جودة الصورة بمعنى انك هتلاقي جودة صورة النانو اربعة وتمانين افضل بشكل بسيط من النانو تسعة وسبعين. والسبب في كده هو الاختلاف في نظام الاضاءة الخلفية لكل شاشة فيه. لان النانو اربعة وتمانين بتستخدم الاضاءة الخلفية من الحواف او على عكس النانو تسعة وسبعين اللي بتستخدم نظام الاضاءة الخلفية المباشرة او يعني بيكون فيه لمبات مرسوسة بظهر الشاشة مش اضاءة من الحواف زي النانو اربعة وتمانين. هو المفترض ان نظام الاضاءة الخلفية الموجود في النانو تسعة وسبعين بتكون جودة صورة وافضل من الموجود في النانو اربعة وتمانين ولكن الفكرة ان النانو اربعة وتمانين مزودة بخاصية مهمة جدا وهي او الاعتمال المحلي. والخاصية دي ووظيفتها ان هي بتقسم النور بتاع الشاشة الاجزاء بتطفي وتنور بشكل منفصل على حسب المشهد المعروض على الشاشة. وبالتالي بتحسن من درجات اللون الاسود ومن او التباين بتاع الشاشة وكمان بتقلل اللي هو يعني بتلاقي فيه هلم للنور حواليا مسلا الترجمة لو الترجمة معروضة على خلفها غمقى فبيكون في هلم للنور حواليها. فالموضوع بتاع ده بيقلل وبالتالي بيخلي جودة الصورة احسن من الشاشات اللي ما فيهاش ولكن الشاشتين بنفس او المعالج اللي بيعتبر النسخة المطورة من معالج السنة اللي فاتت ويقدم لك صورة اكتر وضوح ونقاء من قبل كده بالاخص مع المحتوى لدقته اقل من بالاضافة لان الشاشتين بيدعمه فهتقدر طبعا تتفرج على العدد كبير من المحتوى اللي بيدعم من على منصات المختلفة زي وغيرها من المنصات اللي بتوفر لك محتوى جودة صورته اعلى بكتير من المحتوى اللي بتتفرج عليه من قنوات لكن الشاشتين للأسف لا يدعموا والشاشتين فيهم وضع الصورة الفيلم اللي بيقفل اي اضافات صناعية ممكن ان المعالج بتاع الشاشة يبقى بيزاودها علشان تتفرج على الافلام بصورتها الوقعية زي ما مخرج الفيلم عملها. بالنسبة لنوع في الشاشتين فموديل النانو اربعة وتمانين بتكون كل المقاسات فيه لكن موديل النانو تسعة وسبعين هتكون فيه بعض المقاسات وبعض المقاسات وفي الغالب مقاس الخمسين بوصة هو اللي بيكون ولكن هتأكد من النقطة دي وقول لكم عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اما على مستوى نظام التشغيل فشاشات كلها السنة دي بيتكون بقى احدث اصدار من نظام تشغيل اصدار اتنين وعشرين. يعني مش هتلاقي شاشة علشان الناس اللي بتسألني هيشات كلها بنظام مش اندرويد واي شاشة تشوفها اعرف على طول انها شاشة صيني تقليد مش اصلية. وهم ميزة جديدة هتشوفها في السنة دي هو فكرة او ملف المستخدم يعني تقدر دلوقتي يتخلي لكل حد في البيت بيتفرج على التلفزيون الملف الشخصي بتاعه والحاجات اللي بيحب يتفرج عليه. ده غير المميزات اللي كانت موجودة قبل كده زي او المنبه الرياضي. اللي بيخليك تختار الفرقة بتاعت الكرة اللي انت بتحب تتفرج عليها وبتبتدي الشاشة ان هي تبعث لك تنبيهات بكل الموعيد بتاعت الموشات بتاعتها او بنتاج المباراة او بكل الاخبار لتخص الفرقة اللي انت بتحبها. والشاشتين بيجوا بنفس اللي بيضعم خاصية وخاصية ووظفتها ان هي تسهل عليك توصيل التليفون بالشاشة عن طريق انك تخلي التليفون يلمس بس لازم طبعا التليفون برضو يكون في بالاضافة للديش بورد اللي بتدار عن طريقها انك تتحكم في كل الاجهزة اللي عندك في البيت اللي انت موصلها بشبكة الانترنت زي التلاجة او الغسالة او التكييف او غيرها من الاجهزة. الاستخدام الشاشتين دول في الجيمينج مع بلاستيشن فايب واكس بوكس سيرياس اكس فبالتأكيد الشاشتين هيقدمو لك تجربة لعب حلوة جدا ولكن الفكرة هنا ان معدل التحديث او في الشاشتين دول ستين هرتز فهتكون اقصى سرعة للعب عليهم بدقة الفور كي هي ستين في السانية بس. فلو انت محترف يعني وموضوع الجيمز المائة وعشرين ده هيفرق معك فالشاشات دي مش تبقى مناسبة لك. ولكن لو انت ولعب الجيمز مش حاجة قوي بالنسبة لك في الشاشت دي هتبقى كويسة ليد جدا. ولكن اهم تلات موايزات في الشاشتين دول بالنسبة للجيمز هو والجيم اوبتمايزر وظيفته ان هو بيسهل لك الوصول لمعلومات كان صعبة توصل لها قبل كده زي عدد في السانية اللي انت بتلعب عليها وغيرها من المعلومات المهمة. بالاضافة لان الشاشتين بيدعموا اللي بيضمن لك افضل دقة للالوان وجودة الصورة مع تحديدا واللي بيخلي الشاشة تدخل على بشكل تلقائي علشان تقللك وتبقى بتلعب باقصى سرعة على الشاشة. ولكن الشاشتين دول لا يدعموا او لو انت عايز معلومات اكتر عن المصطلحات دي او مش فاهمها وعايز شرح ليها فانا اتكلمت عنها بشكل مفصل اكتر في فيديو افضل من الفيال الاقتصادية هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليم. اما بالنسبة لجودة الصوت في الشاشتين بنفس النزام الصوتي اللي اتنين قناة بقوة عشرين واط متقسمين عشر واط لكل قناة او يعني عشر واط لكل سماعة فما فيش اختلاف بينهم على مستوى جود الصوت. فلو انت دلوقتي محتار ما بين الموديلين فانت عرفت ان الموديل النانو اربعة وتمانين بيتميز على النانو تسعة وسبعين فخاصية بالاضافة لان في مدخل زيادة والتصميم بتاعه شكله اشيك واحلى من النانو تسعة وسبعين. فالموضوع بتاع الميزانية هنا هو لا حد انت تشتريقي بالزبط. انا شخصيا مش شايف ان الفرق ما بين النانو اربعة وتمانين والنانو تسعة وسبعين يعني فرق رهيب قوي خليني ادفع فلوس زيادة في النانو اربعة وتمانين. ولكن الفكرة لو انت الميزانية بتاعتك تسمح قوي يعني فرق الفلوس ما بين الموديلين مش هيفرق معك. فبالتأكيد اشتري النانو اربعة وتمانين احسن لك واستمتع بالمميزات الزيادة. ولكن لو انت الميزانية بتاعتك محدودة شوية فنانو تسعة وسبعين هتكون كافية جدا بالنسبة لاستخداماتك لان زي ما قلت لك ان الفروق بينهم مش رهيب قوي. اتمنى الفيديو يكون نفاتك فعلا انه دلوقتي تقدر تتفرج على الفيديو تاني من الفيديو هاته اللي هتزهر قدامك وياريت في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير وننتقبل فيديو جديد ان شاء الله. سلام.